نواصل في نظريات تطور الشخصية ونذكر أننا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن نظرية إريكسون وقلنا أن إريكسون اتفق مع فرويت في أن الشخصية يمكن أن تتطور عبر مراحل مختلفة ولكنه اختلف معه في مسألة تجمد الشخصية عند مرحلة البلوق يذكر إريكسون أن الشخصية تتطور من خلال ثمانية مراحل هي مرحلة الرضاعة المبكرة والرضاعة المتأخرة ومرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ومرحلة الرجولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة اليوم بإذن الله نتحدث في نظرية جديدة من نظريات تطور الشخصية وتحديدا نظرية كريس أرغريس وهي نظرية النج إذ أن كريس أرجرس يقول أن الشخص الصحيح يسعى إلى الحالة التي يكون فيها حرا مستقلا ويسعى إلى التحول من حالة الجمود والحالة التي يعتمد فيها على قيره إلى حالة الحركة وحالة الاستقلالية ويسعى إلى المرحلة التي يكون فيها مرؤوسا إلى المرحلة التي يكون فيها رئيسا ويسعى إلى المرحلة التي يكون له فيها عدم وعي إلى المرحلة التي يكون فيها وعي نذكر هذا الحديث مرة أخرى نقول أن أرغريس ذكر أن الشخص الصحيح وذلك الشخص الذي يسعى إلى الحالة التي يكون فيها حر مستقلا أي أنه يسعى إلى التحول من الجمود إلى النشاط ومن الاعتماد على القير إلى الاستقلالية ويسعى كذلك إلى التحول من المرحلة التي يكون فيها رئيسا مرؤوسا إلى المرحلة التي يكون فيها رئيسا ويسعى إلى المرحلة عدم الوعي إلى مرحلة الوعي وبالتالي هو يسعى إلى النش لذلك سميت بنظرية النش ويفترض أرغريس أيضا أن المنظمات التعامل المنظفيها أنهم كالأطفال أي غير ناطجين غير مستقلين يسعون إلى أن يكونوا مرؤوسين بدلا من أن يكون رؤسا وبالتالي يرى أنه لا بد من فرط قيود على العاملين حتى نستطيع أن نقودهم إلى مرحلة النج إذن نستودعكم الله ونلتقي في محاضرة قادمة وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته